حدثنا يحيى بن سعيد وواكيع قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة حان عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية يعني ابن صالح عن ضمرة ابن حبيب عن عبد الرحمن بن عمر السلمي أنه سمع العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهدوا إلينا قالا قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ليزيغوا عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيراء اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا عضوءا عليها بالنواجذ فإنما المؤمن الجمل الآن في حيث ما انقياد انقاد حانا حماد بن خالد الخياط حدثنا معاوية يعني ابن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهمين عن عرباضي بن سارية قال دعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلما إلى هذا الغذاء المبارك عدثنا الضحاك بن مخلد عن ثور عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمر السلمي عن عرباضي بن سارية قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب قلنا أو قالوا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم يا رابعدي اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا أن عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة حدثنا الوليد بن مسلمين حدثنا ثور بن يزيد حدثنا خالد بن معدان قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر السلمي وحجر بن حجر قال أتينا العرباد بن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجيد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتينا كزائرين وعائدين ومقتبسين فقال عرباد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يومين ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهدوا إلينا فقال أصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا أن عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبن أبي بلال عن عرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم يوما بعد صلاة الغدات فذكره حدثنا إسماعيل عن هشامين الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحريث عن خالد بن معدان عن أبي بلال عن العرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم يوما بعد صلاة الغدات فذكره حثن إسماعيل عن هشامين الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحريث عن خالد بن معدان عن العرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاث مرار وللثاني مرة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن سعيدي بن هاني قال سمعت العرباض بن سارية قال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقضاه فقلت يا رسول الله أقضني ثمن بكر فقال أجال أقضيكها إلا لجينية قال فقضاني فأحسن قضائي قال وجاءه عرابي فقال يا رسول الله أقضني بكر فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ جملا قد أسنى فقال يا رسول الله هذا خير من بكر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير القوم خيرهم قضاء حان عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية يعني ابن صالح عن سعيدي بن سويد الكلبي عن عبد الله بن هلال السلمي عن عرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله لخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام لا منجدل في طينته وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسبي ورؤية أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين ترين حدثنا أبو العلاء وهو الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن سعيدي بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن عرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول إن عبد الله وخاتم النبيين فذكر مثله وزاد فيه إن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت منه قصور الشامي حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني ابن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهمين عن العرباض بن سارية السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعون إلى السحور في شهر رمضان هلم إلى الغذاء المبارك ثم سمعته يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب حثنا أبو عاصمين حدثنا وهبو بن خالد الحمصي حدثتني أم حبيبة بنت العرباض قالت حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية والخليصة والمجثمة وأن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن حثنا أبو عاصمين حدثنا وهبو أبو خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوبرطة من قصة من فيء الله عز وجل فيقول ما لي من هذا إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس وهو مردود فيكم فأدوا الحيط والمخيط فما فوقهما وإياكم والغلول فإنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة قال أبو عبد الرحمن وروا سفيان عن أبي سيناء عن وهب هذا قال عبد الله عبد الأعلى بن هلال هو الصواب أدثنا أبو جعفر وهو محمد بن جعفر المدائني أخبرني عباد بن العوامي عن سفيان بن الحسين عن خالد بن زيد عن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر قال فأتيتها فسقيتها وحدثتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان حدثه أن جبير بن نفير حدثه أن العرباض حدثه وكان العرباض بن سارية من أصحاب الصفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الصف المقدم ثلاثا وعلى الثاني واحدة حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية بن الوليد حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الذي يليه واحدة حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا ابن عياش يعني اسماعيل عن صفونا بن عمر عن عبد الرحمن بن ميسرة عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل المتحابون بجلالي في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل قال عبد الله وأحسبني قد سمعته منه حدثنا حيوة بن شريح يعني ابن يزيد الحضرامي ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبن أبي بلال عن عرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يختصم الشهداء والمتوفون على فرشيهم إلى ربنا عز وجل في الذين يتوفون من الطاعون فيقول الشهداء أخواننا قتلوا كما قتلنا ويقول المتوفون على فرشيهم أخواننا ماتوا على فرشيهم كما متنا على فرشينا فيقول الرب عز وجل انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم حدثنا يزيد بن عبد الربه حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبن أبي بلال عن عرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية حدثنا الحكم بن نافعا حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال قال العرباض بن سارية كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج علينا في الصفة وعلينا الحوتكية فيقولوا لو تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم ولا يفتحن لكم فارس والروم حدثنا الحكم بن نافعا حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نوفير عن العرباض بن سارية قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف المقدم ثلاثا وعلى الذي يليه واحدة حان أبو اليمان الحكم بن نافعا حدثنا أبو بكر عن سعيدي بن سويد عن العرباض بن سارية السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤية أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم حثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالدي بن معدان عن أبن أبي بلال عن العرباض بن سارية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغتصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى الله عز وجل في الذين ماتوا من الطاعون فيقول الشهداء أخواننا قتلوا ويقول المتوفون على فرشهم أخواننا ماتوا على فرشهم كما متن فيقضي الله عز وجل بينهم أن انظروا إلى جراحات المتعنين فإن أشبهت جراحات الشهداء فهم منهم فينظرون إلى جراح المتعنين فإذا هم قد أشبهت فيلحقون معهم ترجمة نانسي قنقر